كوتر حفيدي نموذج مشرف للمرأة المغربية والتي قدرات بفضل إمكانياتها المعرفية تتبت أن المغرب بلد معطاء على صعيد الكفاءة العالية بالرغم من السنوات طويلة اللي قدرتها كوتر بالخارج إلا أن ارتباطها بالمغرب حاضر بشكل قوي من خلال ترويجها المجموعة من الصور على صفحاتها بمواقع التواصل الجماعي اللي كتبرز من خلالها جمالية مجموعة من المناطق السياحية مرحباً جديد قيبارك فيك اليوم منصب مهم تتشغليه بواحد أكبر مختبر في أمريكا سنوات ومراحل مرت منها إلا كان ممكن تلخصيها لي في عنوان كيفش كتشوفيها أنتك كوتر حفيدي قصة كفاح وبدأت هذه خمسين سنة في الرباط في المدينة القديمة أنا من أسرة متواضعة قريت في المدرسة العمومية المغربية قريت في المدرسة العمومية المغربية في إعداد ديت أبسلام السيح في المدينة ومن بعد تانوية مولي يوسف ومن بعد مشيت لجامعات محمد الخامس اختصاص رياضيات وفيزياء ومن اللي كملت الليسانس اللي كانت ربع سنين باش ندير ديبلوم دراسة العليا والدكتورة في الفيزياء النووية ومن اللي كملت مشيت لأمريكا التحق المختبر أرغون هذي 23 سنة وأنا فيه 23 سنة في أرغون اليوم تنتكلموا على أول سيدة في منصب مهم في هذا المختبر واللي هو مختبر كبير خلينا نرجع معاك قريت في أحد المقالات عمتك باش مشي الفرنسا باع اذهبها هاد الأمة في ذاكرتك وطرحة فيدي اليوم اللي مع الخبرات ومع السنوات ومع تغير تجارب كي ديرا بقى بلاستها وشنو كتمتل ليك عندي خمس أمات والأب ديالي وحيد الولد الوحيد بما أن الأبوين ديالي تفارقوا وانا صغيرة بقيت مع الأب ديالي وكبرت معه ومع العمات ديالي العمات ديالي كانوا مثال النساء القويات المغربيات كلهم كانوا نساء ناجحات وعمتي الدكتورة عائشة حافيدي أستاذف هي متقاعدة أستاذة في كل يد ديالطب وكانت هي ماتة الأعلى لأنها كانت دكتورة وكانت بحل أم تانية لي كبرت معهم وكان ديما كاتحتني على الدراسة وماللي كملت لليسونس وكان ذاك الوقت إضرابات على دكاتير المعطلين وقروف ذاك الوقت ما يسدوا سلك الدكتورة ما كانش عندي اختيار حيان الحلم دي وأنني كون عالمة محلقاً أختيار حيان الحلم لكن أختيار حيانيات عميات عميات صغيرة بعت لها المضموات الذهب وعطيني ذلك الفلس وقاتت لي شوف قاتت لي أنا كانت تقيق بك سير لفرنسا وقرأ ذلك العام ديال ديرسة الأولياء وما تحش بالضغط تكون تجربة لك لأن كنت أنا متزميتة في العقلية أبيض أسود قاتت لي سير لفرنسا وشوف على ما هو بعيش المغامرة انجحتي هو ما انجحتيش غترجع لبلادك وغتكون تجربة مزيانة وكمشيت دك العام وقريت كانت تجربة مهمة وحصلت على أول مراتب والحكومة الفرنسية يعطتني ملحة باش ندير الدكتورة ديالي في فرنسا في بلس أو أنا كنت أسمع قصتك ما عرفت علاجوني الدواء هذه أول حاجة وثانية حاجة كنحس بالرعشة لأن جوج دي الرسائل المهمة دوستين وحنا يلابدين نكن تكلمو ممكنش يكون عندك قدروا تقول باومي تطلقوا أنا جميع فشلك في الحياة غتلصقوا في باومك باكمك حتش تطلقوا طلقهم يعنيهم مك يعنيك شنتا وما غيكونش حاجز بينك وبين والجميل وأنم لك تكون العائلة مبنية على الصح كيكون السند باش نجي ونجيب لك مضمتي ونقول لك أي شي مغامرتك نجحتي ولا فشلتي فيها سند لك ممكن نحي والأمة ديالك أكيد تحية العائلة ديالي والأمة ديالي والأخ ديالك اللي حاضر معنا ديالي استحياتنا لي شكرا قصة قصة جميلة هو الكفاح والطموح تجربتك في فرنسا ودائما أنا كنبعث في أحد المقانات قلت هي بلي العنصرية اللي عاشتها في فرنسا خلاتك تمشي وتنطلقف مغامرة جديدة كانت صعبة تجربتك في فرنسا أنا كان أقل كمليخ ديت الطيارة أول مرة غامشي لفرنسا كنت كان بكيف الطريقة كلها لأنا كبرت بالعقلية أن فرنسا استعمرتنا وأنا كنت بغى الأحلم ديالي نكون عالمة كبيرة في المغرب ونتبت وجودي في المغرب ونقول لهم بأن الدكاء رغمتي اقتصرش على الدول العظمى ولكن ظروف ما سمحت ليش دونك من اللي وصلت لفرنسا صراحة مثلا كان قلس في الميترو إلا حلي تكتب بالعربية كي بدلوا الكرسي ما يبقوش قلسين حدايا إلا مثلا تلفت في الطريق وبغيت نسول شي حد تي هرب مني بحالي غادي نجي نعتدي عليه ولكن في اللابو غطواخ اللي مزيان والله بغطواخ كان تعامل مزيان وكانوا تحترموني وأنا كان عقل أنهم قالوا لي أول ما بديت الدكتورة قالوا لي سمحنا ما عندناش هنا عمل للأجانب غادي تاخذ الدكتورة ديالك وقتم ترجع بحالك لبلادك قلت لهم أنا جيت لهنا باش نتألم ما جيتش نقلب على شغل ومليغا ناخد الدكتورة غا تكون هديك مهمتي أنا نقلب على خدمة أخرى كانوا تقولوا لي كيفاش أنك أنت هي هنا يا أربع سنين وما عمرك زارتي للوفغ والحضارة الفرنسية قلت لهم بغيت الحضارة أرا عندي في المغرب أنا جيت هنا نتألم الفيزياء قوة شخصيتك ساهمات لأن ماشي أي شخص غتكون عنده الشخصية القوية باش يعبر إلى الرأي دياله بهذا الطريقة شخصيتك القوية لها دور كبير في اللي وصلتي له اليوم أنك أنت مفتخرة بالبلاد اللي جاية منها وكتعتبرها فيها كثير من الأشياء القوية والجميلة وباللي ما كيلش تقول لي أنت أفضل مني أكيد ما قدرش نقول لك أكيد أن قوة شخصية مهمة وبالنسبة لي كنت بحذبة كان قرى في الكلية وكانوا أصدقاء كي ديروا مثلا عامين باش يولي ومثلا يخدموا في السك خيطاغية وكنت كانت لقاهم أنا غادة طالع على رجلي وتيقولوا لي نسكينا بقا كتقرى كنقول لهم آه لأننا الحلم ديالي تحد من كله وكتر طريقي كان عندي ذاك الحلم وكيقولوا لي وابزاف على قرائي هادي كنقولوا من المشي كنقرى عنه النوقات وانا ما تباركولي شكل عام باركولي إن شاء الله من اللي نكون أعليما دونك قوة شخصية مهمة ولكن كتخلق لك مشاكل ودك شي على شقررت من اللي نخديت الدكتورة عطاوني بوزيسيون بوست بيغمانون في فرنسا في الكوميساريالينيرجياتوميك لأن أكبر مؤسسات مفزيئة نووية وقلت لهم أنا غادي نمشي لأمريكا حيث الأمريكان بغاوني والأمريكان بغاوني وقالوا لي أجيل خدموك والزوج ديالك الزوج ديالي توافيزيائي وقلت لهم أنا بغيت إن شاء الله نكون بخينوبل وإلا كنت بغيت بخينوبل سأمريكا هي الدولة العظمى ديال العلوم وصراحة قوة شخصية ديالي كانت مسألة مهمة للنجاح ديالي في أمريكا لأن صراحة كنت بقيت في المغرب ولا في فرنسا كانت تكون عائق كبير مرأة عربية مسلمة آمازيغية لأن أنا عندي الانتماءات بجوج واسميته ومرأة صعيب أنك تقبل قوة شخصية ديالك عالمة في الفيزياء النووية أكيد نهار وصلت لدك الحلم ديال تكوني عالمة كتذكر لدك اللحظات كيفاش كانت بالنسبة لك شعوره كيفاش كان إنسان مليك يأخذ الدكتورة بغيتغي نعطي هذا ميساج لوليداتنا مليك تأخذ الدكتورة راه هاد كتقول بسم الله لأن الدكتورة راه ديبلوم وقتاش كتولي عالم الوقت اللي كتدير سانوات ديالأبحاث وكتببليها في مجلات عالمية وكتولي الناس طالبينك أنك تجي وتشاركم هذا هو الوقت اللي كتوصل لعالم وباش تقول لنا علي مرة كيل مثلا الأمريكان فيزيكل سوسايتي كتعطيك فيلو كين واحد المقاييس ومعايير معايير لخساتك ماشي أنا كان عرف واحد اللي كتوديون في المغرب خداد دكتورة ولغد لي قل أستاذ ديالو وده بتقدو الكتاف لا ماشي حديتي عدد دكتورة ما يعرفوا ما يديروا يعني ديبلوم ما تعطيك شلو صاف وغفق هم الأبحاث اللي كتقوم بها هم يمساهمتك في التطوير ديال المجال ديالك اللي كتكون فيه ومدى توفر الشروط باش تكون عالم لكو تخيبوسيون اها المشاركات ديالك باش تساهم في تطوير الأبحاث أنا متشوقة نعرف فقط كوتر حفظي التفلاكي كانت كانت طفلات قوية شخصية كانوا كيقولوا لي الحاجة المعقول كنت أحب القراءة وكان بابا تقول لي بابا ما كانش عنده إمكانيات كبيرة وكيشري لي الكتوبة باش نطالع وتيقول لي وعود قراهم وراكاة قراهم بالزربة هاي تقول لي قراهم مديني بالخصص وكنت أحب القراءة وكنت أكره المقا في الدار كان بغينا نمشي لمدراسة وما كان بغيش ميكا جيستو خصني نرجع للدار وأكره العطال وحتى في العطال كان درس السنة المقبلة يربو حدي ما عمر الأب ديالي قال لي شكات قراءة شنو هادي وكان قري أي واحد حداية قريت خوتي قريت حانا عندك دي الخوت عندي جوج دي الخوت من الأم كان حسبها ماما الله يرحمها تزوج بها الأب ومنهم حمزة حمزة أخي الصغير خمستاش الآن من الفرق وانا اللي كبرته الوليد ديالي توفى ملي كانت عنده عشر سنين وانا اللي تحمت المسؤولية دياله ديال الخوية مهدي ومرات الواليد ماما الله يرحمها لا يرحمها أنا كان نقول لك شكرا لأنك أنا بسبب لي وفخر أنني نحاورك وشرف لي أنني نحاورك شكرا لأنك مرة قوية شكرا لأنك فضل الأزامات كلها اللي كان عيشوها وفضل الحياة اللي كل واحد كيقلبها لسبب باش ما ينجحش انتي مثال بليرا نجاحاتنا كتبدو بتفاصيل بسيطة كان عيشوها في الحياة وبللي كنن بللي انتكت ذاك النواء ديالسيدات اللي كيتخيير راسو يوميا فين بغي يكون ذاك شالا شو صالت اليومان هادشي اللي انتي فيه تخيير راسك فين بغي تكون يوميا عيش نحن ما كان خلصو علي والو اياك كان خلصو علي حلم 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 كبير ودير جهد كله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عماله وصراحة ربي اللي كان تضيعه معنا في هذه الدنيا شاريك حياتك شنو تقولي لي وكيفاش كان دوره تحياتي هو أكبر هادية ربي يرسلي في هذه الدنيا خمسة وعشرين سنة تقريبا في مارس الجاي إنسان اللهم آمين إنسان تحية سيبراهيم تحية إنسان اللي وراء كل عظيمة عظيم الزوج ديالي من اللي كملنا الدكتورات وأكمل في نفس المجال جامعة الأمريكا أنا قلت له ما غديش نمشي لتأشي محلوة تونسي جامعة الأمريكا وما كانش عنده العمل ويمدابات تيشتغل في نفس اللابوغات واخ والولد ديالي تيضحك معاتي يقول له بابا ماما راهي الشفد شفد شفد ديالك جميل أن الزوج يكون سعيد لنجاحات زوجته الحمد لله أنا كانت من أدوام المحبة اللهم آمين كأم عالمة وإحنا كأمهات وكأباء عموماً كنبغي الأفضل لوليداتنا وش بغي والدك أو لا ممكن تكوني من نوع لأمهات اللي تسيري والدك بش يكون في نفس المجال أو لا أنتي أم كتقولي أنا ولدي نسمح له يحقق نجاح في الحاجات اللي بغيها لا أبدان أنا كان عقل ما لي كنت بغيت نختار أنا أحب باللغة العربية والشعر وكنت بغيت ندير أدبي وندير كلية الحقوق والأب ديالي قال لي لا حيث المغرب بحاجة إلى علماء أنا ما شيف المغرب المهم تبقت الكلام ديالأب لأنني كنت أحب الرياضيات كثيرا الإبن ديالي عنده 17 سنة عمر مرحب دوليك تنقله دير اللي بغيتي ولكن كن حاول تكون تعطي أحسن ما يمكن في ذاك المجال اختار كن متميز فيه كن متميز فيه وحبه لأنه ما يخصوش يكون شغل خصوة تكون واحد قاسيون اكزاكت وكل صباح تفق وتحس بلتعاش وفرحان وتفكر فيه وكيفش تطور راسك دونك والدي عنده كامل اختيار أنه يختار طريق اللي بغى إلا حاجة واحدة منهار اللي كان صغير كان نقول له الرياضيات غادي تقرها كل نهار لأن الرياضيات أم العلوم وهي اللي كتساعد الإنسان على التفكير السليم من بعد دير اللي بغيتي ولكن خصك تكون عندك تكوين في الرياضيات تكوين صحيح الحمد لله الحمد لله في خباركم اليوم بحالة درنا فورماسيون كامل يوم كندلحتها للمشاهدين بحالة درنا واحد تكوين من خلال الخبرات ديالك فشكرا لأنك تشاركينا خبراتك كعالمة كزوجة كأم الحياة كوتر حفيدي اللي حلمات ومشت من المغرب ودازت من محطات كثيرة واليوم هي ابتسامتك وجهك المشرق فين كتمنى يمازال الحياة توصلك صراحة كل نهار اللي كان فيق في صباح وكان سوق السيارة ديالي وكانكون داخل لسميتو المختبر اللي هو كبير بحال مدينة كان حمد الله على فين وصلتلي لأن صراحة وصلت لمكان أكبر من الحلم ديالي لأن ما كونش كان عرف أن داك المكان كاين أنا كنت كان حلم علاقة اللي كان عرف الجامعات المغربية بالنسبة لي ما بقاش داك الحلوم ليا أكتر ما هو حلوم لولاد بلادي كتمنى اليوم تشاركي خبراتك مع ولاد بلادك كنقول لولدي شوف أولدي خدم باش تكون عندك قصة حياة اللي كت انسپيري لزوت الناس الأخرين سمحوا لي كنضرب الفرنسية كنضرب الدرجة ولكن بالنسبة لي أنا كنشوف أوليدتنا كنشوف أوليدتنا كنشوف أوليدتنا كنشوف أوليدتنا وكانت تصل معهم كل أسبوع وكان نعطيهم نصائح وكان نخلي لهم الأمل لأن الرسالة اللي بغا نقولهم بما أن أنا وصلت أي واحد يقدر يوصل شكرا لك ونتمنى لك تطلع مرة شكرا وداوم النجاح والله يحفظك إن شاء الله شكرا لأنك شرفتنا بالحضور دي عليك سمحوا لنا لأننا متأثيرين بقصة طيبة وجميلة والجميلة هو أن الأمل الحلم أنك تحلم بعيد توصل واللي غيخليك تحقيق بزاف ديال الحاجات تقدر اليوم تطيح وتنوض وتطيح وتنوض وتنوض تكافح مع الحياة غتوصل ما تكونش ذاك الشخص اليائس المستسلم كل واحد فينا عنده إخفاقات وكون أكيد كل واحد فينا مارف صعوبات وكل واحد فينا مارف بزاف ديال الحاجات اللي كتبالك أنت يا مستحيل أو هذا الشخص مثلا كيلي غيقول له هذه آليمة ويلي مكرمة مع عاشة الصعوبة أنت سمعت قصتها نتمنى أنها تبدل نظرتك للحياة شكرا لك لأنك شرفتنا بالحضور ديالك مشاهدينا الكرام نمشي وانتها بفقرة قصتني شكرا لك